إذن مشاهدين للحديث أكثر عن انتخابات كردستان ينضم معنا الآن عضو الاتحاد الوطني الكردستاني الأستاذ محمود خوشناو مرحبا بك معنا سيد محمود الموضوع لا يمن المحكمة الاتحادية ولا موضوع من سيتسلم الانتخابات سواء المفوضية في بغداد أو الأقليم الموضوع هو عدم وجود انتخابات بحزيران بسبب خلافاتكم السياسية أولا أحييكم وأحيي المشاهدين حقيقة هناك مسارين مسار قانوني ومسار سياسي لا يجوز أن نفرض المساج السياسي على المزاج القانوني والدستوري المزاج الدستوري في العراق هناك محكمة الاتحادية أظهرت قرارا سابقا وهناك المادة 23 من النظام الداخل المحكمة الاتحادية تلزم جميع القوة بأن أي قرار يقدم طعنا لأي قانون يتعلق بالانتخابات يجب أن يسبق ببدأ ستة أشهر من إجراء الانتخابات هذا الأمر إذا تكلمنا عن حسب الدعوة التي قدمها سيد مسور البرزاني بالتأكيد المحكمة الاتحادية ستنظر بهذا الموضوع الطعن الذي قدمها سيد مسور البرزاني فيه جانبا الجانب الأول يطلب أمر ولائي الجانب الآخر يتكلم عن توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية في أقليم كردستان كلاهما من وجهة نظر الدستورية من وجهة نظر القانونية سترد الدعوة لكن ربما الجانب السياسي لترطيب أجواء السياسية لبعض المعادلات السياسية هي التي ستؤثر على مسار العملية الانتخابية هذا أولا ثانيا في المادة 19 من قانون رقم 31 لسنة 2019 قانون المفوضي عن الانتخابات تقول بأن أي طعم يقدم على أي فقرة أو أي إجراء إجراء انتخابي أو نظاء انتخابي يجب أن يقدم للهيئة القضائية الموجودة في المفوضية ولا يجب أن يقدم للمحكمة الاتحادية هذا أيضا خرق آخر هذا الجانب القانوني والجنب القانوني نعتقد بأن المحكمة الاتحادية ستأخذ ذلك بنظر الاعتبار نحن كإتحاد وطنكساني نحترم قضاء القضاء العراقي لا نتهم القضاء العراقي بأي من التسميات ومن المسارات الغير اللائقة بالقضاء العراقي سنمضي باتجاه دعم المؤسسات الدستورية في العراق قضية السياسية الجانب السياسي بسخة بشوئة لمحت بهناك مجاملة فيما يخص هذا القرار مجاملة اتهام بحد ذاته ليس للمحكمة الاتحادية وإنما اتهام لمجس المفوضين لأن المحكمة الاتحادية لم تطلب من مجس المفوضين إيقاف العملية الانتخابية لذلك نحن في الاتحاد وطنكساني قدمنا طعن المحكمة الاتحادية طلبت من المفوضية إيقاف الإجراءات المتعلقة فقط في المصادقة على الكيانات السياسية على المرشحين والكيانات السياسية لم تطلب إجراءات المفوضين أما مجلس المفوضين ذهب أبعث لذلك عندما نقوم بتقديم طعن ونعتقد أن هناك مسار سياسي طعننا مقدم تجاه مجلس المفوضين هذا التأجيل لحين حل الخلافة لا يوجد تأجيل أول لا يقاف الترحيل لفترة ومشكلة بي لماذا الاتحاد رفضه؟ فريق الأحزاب السياسي في الإقليم الاتحاد الوطني حركة جيل الجديد جماعة العدل الكوردستانية الاتحاد الإسلامي الكوردستاني حركة التغيير الأحزاب الناشئة الكل 22 حزب سياسي وتحالفين جبل تركمانية يؤيدان إجراء الانتخابات في الموعد الدستوري في العشر من حزران الحزب الوحيد الذي يمانع إجراء الانتخابات هو الحزب الديمقراطي الكوردستاني والحزب الأكبر لا يوجد حزب أكبر لا يوجد حزب أكبر نحن نعتقد بأن قاعدة الشعبية الكبرى إلى بالتالي بأي معيار؟ حسب الموجود الآن على أرض الواقع بأي معيار هذا الواقع؟ بعدد النواب؟ سأخشي لك عدد النواب عدد النواب عندما قدمنا طعناً أمام المحكمة الاتحادية بتعديل قانون الانتخابات والعودة إلى قانون دستوري نعتقد نحن الأحزاب السياسية بأنه سيعيد الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى حجمه الطبيعي لنعتقد بأن القانون كان فيه مسارة غير دستورية كانت فيه مصلحة ذاتية للحزب الديمقراطي الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني عندما يمتنع عن إجراء الانتخابات يعتقد بأن هذا القانون سيعيده إلى حجمه الطبيعي باعتبار المفوضية العليا في بغداد هي لستتشرف إذن عملية إدخال البيانات لن تكون تحت يده ستخرج من سطوة الحزب الديمقراطي الكوردستاني هنا في الإقليم والإدخال سيكون إدخال طبيعي وحقيقي والنتائج حقيقي سجل الناخبين هناك سجل ناخبين في إقليم كوردستان لا يتطابق مع سجل الناخبين الاتحادي وهناك فرق كبير توزيع الدوائر من دائرة واحدة إلى أربع دوائر سيقلل بداية قبل الانتخابات سيفقد الحزب الديمقراطي الكوردستاني تسع مقاعد دون إجراء الانتخابات قبل إجراء الانتخابات بتوزيع من دائرة إلى أربع دوار سيفقى تسع مقاعد لأن بدستورية محافظة سليمانية يفترض وفق بيانات الإحصاء الموجودة في وزارة التجارة والتخطيط يجب أن تحصل على 45 مقاعد وأربيل على 37 مقاعد ودهوك على 27 مقاعد أما ما حصل في الانتخابات السابقة على مدى السنوات الماضية والدولات السابقة أربيل كانت تحصل على 44 مقاعد وسليمانيا على 37 مقاعد ثمان مقاعد من محافظة سليمانيا كانت ترحل إلى أربيل ودهوك أما الإجراءات الحالية في الجدوى العمليات الزمني ووفق قرار المحكمة الاتحادية ستعود المقاعد الثمانية لأربيل ودهوك إلى دائرة سليمانية بتوزيع من دائرة الأربع دوار الحزب الديموقراطي الكردوساني يستشعر ويتخوف من نتائج الانتخابات لذلك يتذرع وحتى هذا القرار الذي صدر من المحكمة الاتحادية وجزئية مجلس المفوضين والتوسعها في إجراءاتها والطعن الذي قدموا الاتحاد المقاعد القضائية بالتأكيد سيحسم الأمر لصالح الفريق الذي طالب الانتخابات أنت تحدثت قانونيا تحدثت قانونيا لكن الموضوع السياسي كما ذكرت حضرتك بداية قلت أن هناك مسار قانوني مسار سياسي ما كنت يخابات سيد محمود المسار السياسي هكذا يقول فماذا أمامكم من خيارات؟ حقيقة من السابق لأوانا نتكلم عن انتخابات نحن أيضا حزب سياسي ولدينا تجمعات سياسية معينة في قليم كردستان ومع الأحزاب السياسية الأخرى نحن نبحث عن تأسيس لمرحلة جديدة من الحكم في قليم كردستان هذه المرحلة ستشهدونه أنتم ونحن أيضا في القريب القادم إن شاء الله هذا طبعا لا يأتي من فراغ نحن ندرك بأن هناك بعض العوام وربما لا نريد أن ننشر كل الغسيل لدينا الكثير من التطلعات لدينا كثير من التحالفات لدينا أيضا كثير من التوجهات بعضها دستورية وبعضها قانونية وبعضها سياسية الانتخابات ستجري وسيكون بالقانون الذي يقره المحكمة الاتحادية وبأسرع وقت ممكن لا مو أسرع وقت ممكن نحن نريد في العاشر من حزيران اللي جاي أفهمه بأنه كل هذه الضغوطات بسبب ترويح الديمقراطي المقاطعة لا الديمقراطي الكردستاني فهذه فرصة كبيرة كل شمام اليكتي اليوم يضغط بكل الوسائل حتى يبعد البارتي بس إحنا ما جاي نتحدث عن حقيقة هذا الميدان يحميدان لا يوجد انتخابات صاد محمود من سابع المستحيلات شيئا ما بينه هاي الوقاية على الأرض تقول ليش سبب المعادلة السياسية نتحدث إذن الديمقراطي يحاول الديمقراطي يحاول أن يقف بالوجه من المسارات الدستورية والقانونية والأس الديمقراطية بتمثيل لكن هناك خطوات أخرى ربما سيكون هناك خطوات للطعن أمام المحكمة الاتحادية بشرعية المؤسسات الدستورية في الإقليم هذا أمر آخر لا يجوز أن تبقى حكومة لأول مرة نسمع رئيس مجلس وزراء يقدم طعنا للمحكمة الاتحادية لكي يبقى في منصبه ولا يكون هناك انتخابات هذا ما يجوز بالأس الديمقراطية هذا ما موجود بالمسارات الديمقراطية الساحة ليس للديمقراطي والساحة ليس للاتحاد هناك أطراف أخرى في الاتحاد في بغداد هناك محكمة اتحادية هناك قضاء هناك مسار ربما في بعض الجزئيات نحن أيضا في الاتحاد نراعي ونحن قلنا بأن نعول ونراهن على عدول الأخوة الديمقراطية للمشاركة في الانتخابات حتى نتبنى قاعدة هذا الميدان يحميدها لكن رغم بتلويح بالانسحاب والانسحاب من المشاركة بشأن الديمقراطي الكردستان من الانتخابات أنتم أصريتم على إجراء الانتخابات ليس نحن هذه إرادة شعب الكردي الانتخابات هي تمثيل المؤسسات الدستورية لإرادة الشعب عندما نجري الانتخابات لا نجري للأحزاب السياسية الانتخابات لكي تعود الشرعي للمؤسسات الدستورية الحكومة الآن في الانقليم حكومة تصريف أعمال وفي قرار المحكمة الاتحادية حكومة تصريف أعمال صراحياتها محددة أي طعن أمام المحكمة الاتحادية في أي خطوة تقوم بها حكومة الانقليم سيقبل الطعن أمام المحكمة الاتحادية لذلك نحن لا نراهن على إقصاء الديمقراطي على العكس نحن نعتبر الديمقراطي أحد شركاء العملية السياسية وأبناء الوطن ونحن نتوجه باتجاه أن تكون هناك حكومة قوية لكن هذه الحكومة وفق التسمية كتصريف أعمال هي حكومة ضعيفة ثانيا هناك تصدع سياسي داخل مجلس الوزراء هناك اختلاف بين وزراء الاتحاد ورئيس الحكومة هذا التصدع السياسي أثر على مسارة الحكومة في الإقليم لكي نقطع الطريق والشك باليقين هناك حالة من عدم الاستقرار السياسي في الإقليم هناك حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي في الإقليم هذا لا يتحقق سوى بتشكيل حكومة قوية تمثل إرادة شعب الكرد حضرتك الآن تمثل اليكتي صح؟ بهذا كلامك وجهة نظرك نعم وتمثل أستاذ محمود لا طبعا اليكتي تمثل اليكتي لأنت الآن جاي تطعن برئاسة الوزراء الحكومة وبقرارات المحكمة الاتحادية ما طعنت بقرارات المحكمة الاتحادية لا أبدا أنت مجسل مفوضي أبدا المدهنة ومجاملة وغيرها وغيرها محكمة الاتحادية لا تتكلم من أي أبا عني سيد علي المحكمة الاتحادية قولت سؤالها مؤترم لا 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 وهذا إنتمع الاتحاد الوطني قرار المحكمة الاتحادية قرار محترم ذكرت أكثر من مرة والمجاملة مجاملة من هستتقدم شمية لذكرتها أبدا لم ذكرت مجاملة قلت هناك تطاول من قبل مجسل مفوضين على تنفيذ بعض الأمور هي غير موجودة في قرار المحكمة الاتحاد أنا اللي أردى وصلها سبعيد عن هذا الموضوع أنا اللي جاء أتحدث تتهم الاتحاد كلامكم هذا قوي دليل ضعف مو قوة اتهاماتكم هسا هاي كلها تهمين منو احنا هاي بمعنى هاي تتشعرون بالخطر من من تهمين من احنا التأجيل يعني هسا كلامة والتأجيل اتهام رئيس الوزراء تصريف اعمار تصريف اعمار وا 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 اللي أقصده هاي معناها أنتو دتش التأجيل يعني خطر على الاتحاد وحتى على وجوده بالعكس خطر على الديمقراطية خطر على المؤساة الدستورية نحن نعتقد بأن عدم اجراء الانتخابات سيهدد الكيانة الدستورية في قليم كردستان سيهدد المؤساة الدستورية المؤساة الدستورية في قليم كردستان ستفقد الشرعية لانتخابات في العراق عندما أجرت الانتخابات المبكرة وغير الانتخابات المبكرة حتى تطفي الشرعية على الموساقى الدستورية الهدوء السياسي اليوم بين الديمقراطي واليكاتي أهم من الانتخابات وإجراءها لا أبدا لا يوجد شيء أهم من الانتخابات تتوصل للصيغة بعد فترة وتجرى الانتخابات بأجواء هذا سيد علي لا يوجد أهم من الانتخابات الانتخابات أحد الأركان الرئيسية لتداول السلم للسلطة هو الركن أساسي للتمثيل الشرعي للمواطنين المزاج السياسي لهذا الحزب لكي يبقى في السلطة لا يقارن بإرادة الشعب إرادة الشعب طالب الانتخابات ومن يحاول أن يؤجل الانتخابات ويتخوف النتائج قلت لك هذا الميدان يا حميدان أكو قانون أكو انتخابات خلن نمضي جبت مئة كورسي مبارك عليك بس تتخوف تجيب عشر كراسي لذلك بنت يتخوف الانتخابات تريد تديم البقاء في السلطة ونحن نريد أن نغير الحراك السياسي في الإقليم كوساني يريد أن يغير في مزاج السلطة مزاج السلطة ليس معنى إقصاء الديمقراطة نحن نريد أن يكون هناك مشاركة لجميع الشراكة والمشاركة لجميع القوى السياسية حتى على الأقل نبقي الشرعية لمؤسسات الدستورية بمختصر الكلام المؤسسات الدستورية في الإقليم ستكون خاضعة للطعون أمام المعكمة الاتحادية إذا لم تجري الانتخابات ربما أحد أطراف في بغداد سيقدم طعنا بعدم شرعية مجلس الوزراء في الإقليم نحن نتخوف على مجلس الوزراء الإقليم باعتبار أن نحن جزء من السلطة في الإقليم نحن نريد أن هذه السلطة في الإقليم السادة عليtyEP لم اتت بالانتخابات فقط هذه السلطة أتت بدماء شعب على مدى قرن من الزمن هذا نضال لشعب والدماء في حلبتشة في الأنفال لذلك الحفاظ على ذلك الركن أساسي لدى الاتحاف الرطان الكورساني من قاد الثورة الكردية بعد 75 هو الاتحاف الرطان الكورساني من أسس كيان قليم كورساني هو الاتحاف الرطان الكورساني لذلك رغم الملاحظات الموجودة على أداء السلطة لكن نحن نعتبر الخط الصد الأول لحماد قليم كردستان لذلك ما قلنا شيحنا إحنا قلنا انتخابات اللي ما يخاف من الانتخابات خليجي خليجي انخذ انتخابات فزت مبارك عليك جبت مئة مقعد مبارك عليك وضحت الصور انضم معنا عضو الاتحاد الوطني الكردستاني عن أستاذ محمود خوشنا وشكرا لنضمك معنا شكرا جزيلا حسنا وسهلا نحاكم اشتركوا في القناة